اشتركوا في القناة من سفر التكوين الصحي الثاني آية 24 لما يكمل آدم أبونا الأول كلامه عن حواء امرأته يقول كده لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا الالتصاق أهم عنصر في حياة الأسرة أنهم يكونوا ملتصقين ببعض وهذا الالتصاق يا حبائي له كل المعاني وهو التصاق قامل بنجده حتى في كلام ربنا يسوى له المجد لما تكلم عن سير الزيجة في إنجيل متى ساحة 19 أكد هذا المبدأ لما قال أنه من البدء خلقهما ذكرا الأنسى خلقهما وبعدين يقول كده ويترك من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاسنان جسدا واحدا وكأن الله أراد في كتاب مقدس أن يعلن هذا المبدأ في العهد القديم وفي العهد الجديد لأن فكر الله من خلال الأسرة لم يتغير ولن يتغير الأسرة كيان واحد لا يمكن الفصل بينه ويعتمد على الالتصاق الكامل يلتصق بامرأته ويكون الاسنان جسدا واحدا هذا الالتصاق له معاني كثيرة جدا في حياتنا الأسرية المسيحية بالفكر المسيحي الالتصاق أولا هو الالتصاق الجسدي يمكن ده أقرب المفاهيم بحيث أن العلاقة بين الزجين في الحياة الجسدية هي إرادة الله لهم ومعلمنا بولس الرسول بعد كده بيشرح هذا الأمر في رسالة الكورونسس يقول ليس الرجل تسلط على جسد وبلل مرأة وليس المرأة تسلط على جسدها بلل رجل لأنه المبدأ الأساسي أن يكون فيه التصاق فيه علاقة تكاملية بين الزوج والزوجة تحقق إرادة الله في الوحدانية وفي المحبة وأيضا فيه إثمار الأولاد اكثروا واثمروا واملاؤوا الأرض لأن إرادة الله أن من خلال المحبة بين الزوج والزوجة الله يستخدم هذه المحبة الزوجية في أنه يثمر أفراد جدد ويخلق بشر جدد إلى هذه الدرجة يصير مبدأ الالتصاق بين الزوجين حسب إرادة ربنا لدرجة أن ربنا يستخدمه من أجل أن يكمل عمل الخلقة اللي بدأوا في اليوم السابع في خلقة آدم نحن أمام إعلان إلهي عظيم في الحياة الزوجية أن يكون الاتنين مرتبطين ببعض ارتباط روحي فيه التصاق روحي بحيث أن لهم نفس المبدأ نفس الروح في الحياة نفس الهدف أننا نرضي الله في حياتنا وفي معاملاتنا وفي أولادنا وفي أسرنا وفي المجتمع اللي احنا بنيش فيه نفس الالتصاق الفكري أننا نفكر مع بعض ونرتب حياتنا مع بعض ونكمل بعض ونشوف العين الحياة بعين واحدة مشتركة تقدس ربنا ويكون لنا احنا الاتنين نفس الأفكار الالتصاق الجسدي لأن ربنا وضع في الالتصاق الجسدي اشتياق من الزوجة للزوجة ومن الزوجة للزوجة وهذا الاشتياق المقدس اللي ربنا وضعه فينا له أهداف روحية بالإضافة إلى الإشباع النفسي والجسدي وحفظ الإنسان لأنه لا يخطئ ولا يتدنس ويكون لي حياة مقدسة تشبع كل غرائزه بطريقة مقدسة ترضي الله الله وضع في قلب الزوجين الاشتياق بعدهم لبعض لكي يساعدهم على الالتصاق اللي بيحقق إرادة ربنا ومن هنا لما الأسرة وطرفي الزواج يكونوا مؤمنين بهذا هنلاقيهم بيحاولوا بكل الطرق وبيحاولوا حتى بالبزل تجاه بعضنا أننا نحافظ على هذا المبدأ ونحافظ على الأسرة من هذا المبدأ لكن عندما يضيع هذا المبدأ من فكرنا بنجد أفكار لا ترضي الله في الانفصال والبعد وعدم الحياة مع بعض ونرفض بعض ونبعد عن بعض فيصير هذا ضد ردة الله ويصير هذا أيضا أحد عوامل الانقسام والهدم في الأسرة التي لا نقبلها لأننا بنعيش بفكر المسيح وبفكر أولاد الله والإلهنا المجد دائما أبديا أمين ترجمة نانسي قنقر